يا رب يا رب كل شيء ومليكة يا من ربيت أنبياءك على عينك واصطنعتهم لنفسك اللهم دبر لي تربية ذريتي إن لم أحسن التدبير واجبر ما وقع مني في سابق حياتهم من تقصير وافتح لهم في حياتهم كل باب مغلق إنك على كل شيء قدير اللهم قر عيني يا لطيف بهدايتهم وطمئن قلبي بشفائهم اللهم ورزقهم الصحبة الصالحة واحفظهم من النفوس الجامحة وافتح عليهم يا رب فتحا مبينا في العلم وزين أخلاقهم يا ربنا بالسكينة والحلم وأعني أن أعرفهم عليك ولا تقضبني يا مولاي حتى أدلهم على الطريق الموصل إليك واحفظهم يا سيدي بعينك التي لا تنام أيام حياتي وتولى أمرهم بعطائك الذي لا ينقطع بعدما مات إلهي يا أمان الخائفين يا سند يا خير معين إلهي من مستغاثي إلاك إلهي لن يضيع بيت في حماك أصلح اللهم حال أبنائي واستجب يا سيدي فيهم دعائي واستجب يا سيدي فيهم دعائي يا رب يا رب كل شيء ومليكة يا من ربيت أنبياءك على عينك واستنعتهم بنفسك اللهم دبر لي تربية ذريتي إن لم أحسن التدبير واجبر ما وقع مني في سابق حياتهم من تقصير وافتح لهم في حياتهم كل باب مغلق إنك على كل شيء قدير اللهم قر عيني يا لطيف بهدايتهم وطمئن قلبي بشفائهم اللهم ورزقهم الصحبة الصالحة واحفظهم من النفوس الجامحة وافتح عليهم يا رب فتحا مبينا في العلم وزين أخلاقهم يا ربنا بالسكينة والحلم وأعني أن أعرفهم عليك ولا تقبضني يا مولاي حتى أدلهم على الطريق الموصل إليك واحفظهم يا سيدي بعينك التي لا تنام أيام حياتي وتولى أمرهم بعطائك الذي لا ينقطع بعدما مات إلهي يا أمان الخائفين يا سند يا خير وعين إلهي من مستغاثي إلا كأه إلهي لن يضيع بيت في حماك أصلح اللهم ما حال أبنائي واستجب يا سيدي فيهم دعائي واستجب يا سيدي فيهم دعائي إلهي يا أمان الخائفين يا سند يا خير وعين إلهي من مستغاثي إلا كأه إلهي لن يضيع بيت في حماك أصلح اللهم ما حال أبنائي واستجب يا سيدي فيهم دعائي واستجب يا سيدي فيهم دعائي اشتركوا في القناة